أعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية نجاح موسم الحج لهذا العام كما أكد الأمير خالد الفيصل نجاح الخطط لموسم الحج هذا العام على الأصعيدة كافة دون تسجيل حوادث أو أمراض بين ضيوف الرحمن إنما نشهده من نجاحات في كل حج لم يأتي وليد الصدفة بل كان بعد توفيق الله بفضل ما توليه قيادة هذه البلاد منذ عهد الملك المؤسس عبد العز بن عبد الرحمن يرحمه الله وأبناءه البررة من بعده حتى العهد الزاهر من سيد الملك سلمان بن عبد العزيز ولعل اختيار مسمى خادم الحرمين الشريفين لملوك هذه البلاد خير ذهير على العناية والاهتمام الذي توليه بالمقدسات وقاصديها ولقد خص الله السعوديين بميجة خدمة هذه البقاع وسيواصلون العمل دون كلل أو تقاعس لتكون أنموذجا فريدا ومتمييدا ترجمة نانسي قنقر